السابقة أيما كانت أن الشخص الذي يتعلم إلى شيخ بأسيرة الإنترنت مثلا هل هو من متعلمي ذلك شيخ ومن طلابه وهل يجوز له أن يعمل كل ما ألقى الشيخ من أنواع ذكر في درسه في غير جاس منه فأخذنا بالجواب نعم يقول أيها الأخ بسيوني الحاج بسيوني التعلق القلبي هو الفاصل في القضية فإن صدق في تعلق قلبه فهو تلميذ ثم إن هذا التلميذ يتلقى عن الشيخي بأي واسطة وبأي وسيلة فما ذكرته من وسيلة الإنترنت فهي أيضا وسيلة من الوسائل التي يتم بها البلاغ والاتصال بالشيخ فما يتعلمه على يديه عبر ذلك فهو يعد فيه تلميذا له ويعد آخذا متلقيا عنه بحسابه ما يقر في قلبه من مودة ذلك الشيخي من جل الله تعالى ومن محبته في الله سبحانه وتعالى ومن اعتقاده في ما يلقيه من منهج الله جل جلاله وتعالى فعله بحسب ذلك يكون معنى من الارتباط في التلمذات